بعض الأدلة تُنبئنا عن وجود أكثر من سامري أكثر من سامري عمر مثلا أحدهم هذا سامري هذه الأمة مثلا هذا السامري وعجله عجلة منه؟ أبو بكر هذا العجل ما له رفتش لهم مثلا أكثر من سامري في كل عصر يعني صفات السامري موجودة عندنا سامري بالقطيف الآن مرة ثانية إجاء اسمه سبحان الله عندنا سامري هناك موجود مثلا الحسن البصري أحسنت هو إشلون صار الرباط إشلون إجاء بهذه الطريقة صار أنه في محاضرتنا القديمة واللي سبحان الله راجت في وسط أهل القطيف وصار بها أشعار وصدق كلما واحد يشوف هذا الخبيث يقولون السامري والسامري وجماعة السامرية والكذا والعفونة والعمام العفنة وإلى آخره الحمد لله نقابل الله عز وجل بأننا نصم هؤلاء بما يستحقون كما كان يفعل الأمة الأطهار عليه وسلم يعطون شنو وصمات بحيث خلص هذه شنو طمغة يعني تهى خلص هذا فلان السامري هذا سرحوب هذا كذا الأمة كان هكذا يتكلمون عن بعض المنحرفين في أزمانهم حتى عن بعض الأقوام أو بعض الطوائف مثلا الممطورة يعني الكلاب الممطورة اللي هم الواقفة شوف شذون كلمة ثقيلة من الأمة الأطهار عليه وسلم وصمة وصمة هكذا يقول لك شوف هذولة من نجاستهم الواقفة اللي هم فرقة من فرق الشيعة على الاصطلاح يعني يؤمنوا بالأمة لكنهم يقفون على موسى بن جعفر عليهما السلام ولا يؤمنون بالرضا فمن بعده من الأمة الأطهار لاثنى عشر صلوات الله عليه سببوا فتنة كبيرة والأمة عليهما السلام قالوا هؤلاء ممطورة الكلاب الممطورة يعني شنو يعني من نجاستهم الكلاب نجسة أعيان نجسة إذا تكون ممطورة الكلب الممطور اللي مطر نازل عليه شي سوي كل شوية ينفض نفسه يعني هكذا فهذا الرذاذ الماء يروح هنا وهنالك إذا قطرة واحدة تيجي عليك أنت شنو ما تقدر تصلي لأنه كلنا تروح تغسلوا تتطهر نجاسة يعني كأن الأمة عليهما السلام يقولوا إياك تدنالهم لا تروح صوبهم أصلا إذا أولا كلاب ممطورة خلي بينك وبينهم مسافة 200 متر لا تتقرر منهم كلاب ممطورة هذا الإصطلاح وارد في الأحاديث الشريفة أكثر من مرة وبعدين يجون بعض الجهلة يقولون لا أمتنا ما كان يسبون مثلا كلام تافه كلام واحد غير مطلع على تاريخ الأمة غير مطلع على رواياتهم لا لأمة إي نعم كان يسبون كما يسب جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله المنحرفين والمنافقين والطغاة والكفرة والفسقة والفجرة لأنهم مستحقون لهذا السب السب هو بالأصل شنو تحقير تحقير الإسلام هذا مبدأه الذي يستحق الاحترام يستحق التوقير نستعمل معه التوقير كالمؤمن العادل يوقر البريء الإنسان البريء حتى وإن لم يكن مؤمنا عادلا مننا يعني بس بريء إنسان بريء ماكو على شيء يوقر يحترم أما المنحرف الطاغي المنافق الذي يبدع يبتدع في الدين يفسد في البلاد والعباد يحارب الأئمة الأطار عليه وسلم هذا لا يستحق التوقير بل يستحق التحقير تحقره من آيات أو مصادق التحقير شنو اللعن والسب لعن واحد يقول أنا هذا ألعنه أدعو عليه أسبه أي أحقره هذا شنو ما هو الإشكال الأخلاقي في هذا الشيء لا يوجد أي إشكال أخلاقي